اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع كالمعتاد اهم ما تقوله المواقع الاخبارية اليمنية البداية من الجهود التي بدلتها احدى المنظمات المدنية في رصد اعداد الضحايا خلال الفترة الاخيرة حيث عرضت منظمة صحفيات بلا قيود تقريرها امام مجلس حقوق الانسان في جينيف علق موقع يمن مونيتر صحفيات بلا قيود ترصد 1340 حالة انتهاك بحق المدنيين في اليمن خلال الحرب وقالت منظمة صحفيات بلا قيود ان الفريق التابع لها رصد حالات الانتهاك بحق المدنيين خلال الحرب في اليمن ووقع العدد الاكبر منها في محافظات تعز عدن انضالع اوضحت المنظمة في تقريرها ان الارقام التي يتضمنها التقرير التي يتضمنها التقرير ليست شاملة لكل حالات الانتهاك نتيجة صعوبة الانتقال والعمل في العديد من المحافظات مثل صعدة البيضاء الجوف غير ان ما تم التوصل اليه هي ارقام صحيحة قال ابراهيم القعتبي وهو عضو فريق التوثيق والرصد في المنظمة قال ان اكثر الوسائل التي تم استخدامها وتسببت في سقوط قتلى وجرح بين اوساط المدنيين كانت القصف بالاسلحة الثقيلة حيث بلغ عدد الحالات 443 ما نسبته 39% ويالذلك الاعتداء بالرصاص الحي المباشر بواقع 430 حالة بما نسبته 38% ويشمل هذا الاعتداء القنص الذي تعرض له المئات من القتلى والجرحى في اطار الاستعدادات التي تجريها قوات الجيش الوطني عنون موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية وقال استكمال تدريب الوية النخبة في الجيش الوطني من اجل مشاركة في معارك صنعاء قال موقع بوست فاجأت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية الميليشيات الانقلابية باكمالها تدريب وتسليح عدة الوية عسكرية تابعة لقوات النخبة وبارسالها الى جبهة نهم للمشاركة الفاعلة في العملية المرتقبة لاستعادة العاصمة صنعاء وقال المركز الاعلامي للمقاومة نقلا عن عناصر عسكرية بارزة خبراء تابعون لدول التحالف اقاموا خلال الاشهر الماضية دورات عسكرية متطورة لتدريب تلك العناصر مشيرا الى ان القوات تلقت تدريبات متقدمة شملت احدث الفنون العسكرية كما تم تجيز تلك القوات بمعدات اتصال متطورة لربط القوات على الارض بمراكز القيادة اضافة الى تزويدهم باسلحة نوعية تدخل للمرة الاولى في المواجهات معنى عودة الحكومة حكومة بن داغر لعدن تحت هذا العنوان كتب عمر عبد العزيز مقالا نشره في صحيفة الخليج وقال الكاتب عودة الحكومة الى مدينة عدن ينطوي على ترجمة اساسية لذلك المطلب الملح الذي طالما قال به المراقبون المتابعون للحرب الشاملة الدائرة في اليمن كما كان وما زال مطلبا جماهريا يطالب الشرعية اليمنية باكساء تلك الشرعية مضمونها المناسب لخلال مواجهة الحقائق الموضوعية والتخلي عن الفوبيا الامنية التي لم تعد سمة خاصة باليمن بل تتجول في ارجاء العالم بقوة دفع الشر المستطير القادم من الاجرام المنتشر في كل مكان يتمنى الصامدون على خط الكفاح اليومي ضد الماليشيات الظاهرة والمستثرة أن تلتحق حكومة بندغر مع هذا الكفاح الصبور حد التماهي التام مع واجبها الثقيل في الأحوال الماثلة والتخلي الحر عن تعلولات الماضي القريب وبدلا من ذلك اعتبار الوجود الفاعل في الداخل ترجمانا للواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونوابهم وكامل القيادات والكوادر الفاعلة في تلك الوزارات المطلوب منهم وبصورة ملحاة واجهة جملة الاستحقاقات الكبيرة على خط الأمن والنظام والطاقة والتعليم والتطبيب وقبل هذا وذاك توفير الحياة الكريمة لملايين القابعين تحت خط الفقر الداكن ولا يمكن لهذه الإنجازات أن تأخذ مجراها بالسياسة التي طالما كرسها نظام صالح الظالم لأهله بل بالإرادة والتخطيط والتركيز على قابليات التنمية الداخلية ووضع الأولويات وفق قواعد صارمة للمعايير واعتبار أن نجاح الملموس على الأرض يوازي المعنى الحقيقي للشرعية الباحثة عن استعادة الدولة المخطوفة وبدون ذلك لا فرق جوهائيا بين التمرد الميليشاوي القبائل وأمراء الحرب الجدد المتدثرين برداء الدولة والنظام إلى موقع تغير نت يتابع أكثر الموضوعات الاقتصادية أهمية وعنوا مصدر حكومي يكشف عن الدولة التي دربت موظفي البنك المركزي في عدن وتعهدت بتزويده بأجهزة إلكترونية لمباشرة العمل أوضح مصدر في فرع البنك المركزي في عدن أن هناك العديد من الترتيبات لإطلاق نشاط البنك من عدن مشيرا إلى أنه سيتن نقل المقرات الرئيسية للبنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة من صنعاء إلى عدن على مراحل أضاف أيضا أن دولة الإمارات تعهدت بتزويد الحكومة بأجهزة إلكترونية لمباشرة العمل كما تم إرسال عدد من الموظفين إلى إمارة أبو ظبي في دورات تأهيل وتدريب ويتوقع إرسال المزيد منهم خلال الفترة القادمة يقول موقع التغيير نت اجتازت السلطة الشرعية في اليمن اختبارا مهما في طريق تنفيذ قرارها بنقل البنك المركزي من خلال انتزاع موافقة لمجتمع الدولي والمؤسسة المالية الدولية ننتقل إلى موقع دانتاين عنوان قيادات انقلابية تسعى لتسليم نفسها للجيش الوطني وفقا للموقع فقد كشف مصدر عسكري عن تلقي اتصالات من قيادات انقلابية تسعى لتسليم نفسها للجيش على أن يتم ضمان سلامتهم وخروجهم الآمن من صنعا ذكرت المصادر أن ضباطا في القوات المسلحة أبلغوا القيادة العليا تلقيهم خلال الايام الماضية اتصالات من قيادين عسكريين موالين للانقلاب أبدو عزمهم الخروج من مواقعهم باتجاه المناطق المحررة والعمل مع الجيش أو تسريحهم دون محاكمات عسكرية وملاحقة قانونية يتابع الموقع إن عددا من المطالبين بتسليم أنفسهم لم يتورط بشكل مباشر في عمليات القتل والهجوم والمباشر على المدنيين في مناطق النزاع العسكري ثورة السادس والعشرون من سبتمبر خيارنا الأفضل للحرية والكرامة تحت هذا العنوان كتب وديع العز عزي مقالا ونشره في موقع الموقع بوست وقال العز عزي لقد حسبت قوى الردة والتخلف وبدعم من بعض الأنظمة الإقليمية في المنطقة أنها قد نجحت في تطويع إرادة الشعب اليمني وربطها بمشاريع الطائفية والميليشيات المسلحة فاغتصبت مؤسسة الدولة واحتلت العاصمة صنعاء وباقية المدن وبدأت ببسط إرادتها العدوانية من قتل وتدمير ونهب وأخالت بذلك أنها استعادت حلمها في العودة إلى الحكم إلا أن إرادة شعبنا اليمني المقاومة لمشارعهم المتخلفة وشعاراتهم المزيفة والرافضة لقواعد الاستسلام والخضوع تلك الإرادة المستمدة من عبق ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962 ونظرته إلى الجمهورية كمبدأ غير قابل للتفريط حالت وتحول دون تنفيذ مشاريع تلك القوة لقد مثلت لنا ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الاختيار الأفضل للحياة من خلال أهدافها العظيمة وكانت بالنسبة لنا مصدر وحي وتوجيه لحب الوطن وبذل كل جهد لأجل تطويره وإن الذكرى الرابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر مناسبة نستلهم فيها الماضي لاستشراف المستقبل وهي جديرة بأن تضيء الطريق لنا وللأجيال القادمة وتبث الثقة في نفوس الأحرار والشرفاء من أبناء شعبنا اليمني لتحفزهم على بذل الجهد والعمل بكل تصميم وإيرادة واقتدار على صنع تاريخ جديد وتحرير الوطن من الميليشيات المسلحة والطائفية والنهوض من الكوة وحالة اليأس والإحباط والتمسك بالنضال والمقاومة والحوار وتشحض عزائمهم لتضيء لهم مسالك الانتصار في مسيرة تحرير الأرض والإنسان من براثن الانقلاب وميليشيات القتل عاشت ثورة ما زال أحرارها على العهد والخزي والخذلان لأعدائها والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار إلى موقع مصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية وقال الحوثيون يزرعون الألغام في ساحل المخى تحسبا لإنزال بحري لقوات التحالف قال مصدر عسكري للمصدر أونلاين إن ميليشي الحوثي وقوات صالح قامت خلال الأيام القليلة الماضية بزراعة عدد من شبكات الألغام على امتداد ساحل مدينة المخى غرب تعز أضاف المصدر حقول الألغام تبدأ من الكورنيش الكائن في حارة العمود ويمر على طول ساحل المخى ينتهي قرب المدينة السكنية وموقع الزياد وأرجع المصدر أسباب قيام ميليشي صالح والحوثي زرع الألغام في شواطئ المخائلة مخاوفهم من إنزال التحالف العربي قوات إلى المدينة وكثفت قطع بحرية تابعة للتحالف تحركاتها خلال الأيام الأخيرة على امتداد سواحل محافظة تعز بحسب المصدر موقع المشاهد أورد في صفحته الرئيسية عددا من العنوين أفراد الجيش المحايدون بدون مرتبات وعنوان في الاقتصاد هل يجفف نقل المركزي موارد الحرب؟ عنوان آخر حين يجبر الأكاديمي على حمل السلاح قال الموقع ولأسباب عدة تتعلق بواقع الأوضاع الاقتصادية الصعبة والانقسام الطائفي والسياسي الذي أفرزته الحرب يضطر العديد من الكفاءات العلمية جراء توقفها عن العمل في مهنتها التعليمية إلى التخندق والقتال مع أي من الأطراف أطراف النزاع الذي تتفق معه فكريا والحصول على عائل مدي أحيانا ومقابل الأكاديميين الذين التحقوا بالمعركة هناك من فضل الرحيل من بلادهم بينهم محمد حزام هو استشاري لجراحة العظام قال إن الحرب فرضت عليه الهجرة إلى سويسرا وأضاف لقناة تلفزاء اليمن أصبحت مقبرة للكفاءات في ظل الحرب والهجرة باتت أمرا حتميا للعيش بكرامة ما عدت أحلم بالرجوع إلى بلدي فواقع اليمن يصعب تغييره يواصل الموقع استنادا إلى ما أوردته قناة ألمانية عن حزام حزام استطاع الهجرة في وقت مناسب قبل أن تغلق الأبواب وقال أيضا بعد أن أحسست أن الأوضاع سوف تتفاقم ورأيت العديد من النخب توجه إلى الخارج قررت التوجه إلى سويسرا للعمل هناك جولتنا المصورة اليوم في جزيرة سقطرة التي يوثقها هوات التصوير ويبحثون عن كل مناسبة لإعادة نشرها هذه مجموعة مميزة من الصور تم تداولها مؤخرا فلنتابعها سويا ترجمة نانسي قنقر نتوجه بكم مشاهدين إلى فاصل قصير كالمعتاد ومن ثم نعود للصحافة العربية فابقوا معنا أهلا بكم من جديد نعود إلى كشك الصحافة وإلى الصحافة العربية ونبدأ من صحيفة العرب الجديد قالت في إحدى صفحاتها تاعز تبحث عن مدارسها أشار تقرير صادر عن مركز الدراسات والتعليم التربوي إلى أن الصراع المسلح في مدينة تاعز اليمنية تسبب في إغلاق 468 مدرسة ويسأل عن مصيرها مع بداية العام الدراسي الجديد أكدت التقرير أيضا التي استندت إليها العرب الجديد أن النصيب محافظة تاعز من الحرب القائمة هو الأكبر والأسوأ من بين المحافظة اليمنية فهي تضم 25% من مدارس اليمن وتأتي في المرتبة الأولى من بين المحافظات اليمنية في عدد التلميذ الملتحقين بالتعليم العام مع 800 ألف تلميذ لكنها تحولت بعد نحو سنة ونصف من الحرب والحصار إلى الأولى بين المحافظات اليمنية في عدد التلميذ المحرومين من مواصلة تعليمهم فقد وصل عدد التلميذ الملتحقين بالتعليم إلى 200 ألف أما أبرز مسببات تدهور التعليم في تاعز فهي القصف، التخريب، التدمير الذي طال معظم المدارس بالإضافة إلى زرع بعضها بالألغام وتفجير المدارس الأخرى صحيفة القدس صحفي أربع دول عربية في خطر ودعوات دولية لحمايتهم انتهى تقرير حقوقي مستقل إلى أن الصحفيين في أربع دول عربية باتوا يواجهون خطر الموت بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدانهم وبسبب عمليات استهدفتهم في ظل الاستقطاب السياسي الحاد في هذه البلدان وضع التقرير إلى تفعيل أليات دولية لحمايتهم الدول الأربع التي تحدث عنها تقرير صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان هي العراق، سوريا، اليمن، البحرين حيث وجد المركز أن العاملين في مجال الإعلام يحتاجون لحماية دولية ويواجهون مخاطر كبيرة تهدد حياتهم وصلت التقرير الضوء على حالات القتل، الهجمات، التهديدات المستمرة ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام في كل من البحرين والعراق واليمن وسوريا وقدم مجموعة من التوصيات لتعزيز حمايتهم باستخدام الآليات الدولية بما فيها الأمم المتحدة يقول التقرير الذي حمل عنوانا يعرضون حياتهم للخطر إن الصحفيين الذين يعملون في البلدان الأربع والذين يمارسون نشاطهم ويقومون بالدفاع عن حقوق الإنسان يعرضون حياتهم لخطر كبير وشيك حيث يتعرضون للقتل، الاختفاء القسري، التهديد، المضايقة، الاعتقال التعسفي والتعذيب، وحظر السفر، وتلفيق الاتهامات سردت الكاتبة فكرية شحرة، ذكريات عن أحد جنود الجمهورية المجهولين والذين أقسموا أن يظلوا أوفياء مخلصين لمبادئهم مهما حاد غيرهم عن الدرب وقالت الكاتبة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر استيقظت في الحاد عشر من فبراير تهز عروش من حاد عن الدرب تخبرهم أنها جمهورية وليست عائلية لذا قمت بواجبي كما أراد أبي أدافع عن الجمهورية في ساحة النضال السلمي فلن أدافع عن عائلة سرقت خيرات الوطن والجمهورية كنت في الخمسين شيخا قد هدني طول الخدمة كعسكري في كل عمل كنت أقدر عليه لكنني لم أترك للشباب فضل الدفاع عن أقدس أهدف جمهوريتي الحرية وحين أصبت في جمعة الكرامة إصابة بليغة لم أعد خائبا ألعق جراحي بقيت حتى عاد كل فرد لأهله سالما ومن ارتقى شهيدا ففي سبيل الحرية والجمهورية دفعت أبنائي ليكونوا جميعا رجالا للجمهورية وحين ارتقى ولدي الأكبر في جريمة السبعين الذي تناثرت فيه أشلاء عشرات من أبناء اليمن لم لم تجراح روحي في سبيل الجمهورية لكن الأيام والسنوات كانت حبلا بالغدر فقد عاد الآئمة على أكتاف الخوانة يقططعون من جسد الجمهورية قطعة تل وأخرى واستحالوا لسرطان يتفشى خارج صعدة ويزحف نحو العاصمة عادوا بحقدهم عنصرية كسادة وعبيد وإن أنتم يا أحرار الجمهورية كأنهم يريدون طمس يوم مولدي يريدون إلغاء وجودي أنا اليمني ولدت مع الجمهورية وسيبقى كل يمني مع الجمهورية لن يقتلوها أو يدفنوها وأنا وكل وطني الكبير نحيا بها ومن أجرها حملت يومها سلاحي وعرجي وجراحي وأحزان أبي لو علم بمحنة الجمهورية وأتوا للقتال في جبهات النضال أموت أنا وتحية الجمهورية نذهب إلى صحيفة الخليج الإماراتية إلى واحدة من الجبهات المشتعلة تحدثت وعنونت الجيش اليمني يطهر كاريش ويتقدم إلى الشريجة قالت التفاصيل تمكن الجيش الوطني اليمني من تطهير كامل منطقة كاريش الاستراتيجية بمحافظة لحج جنوبي البلاد بعد طرد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منها قال اللواء فضل حسن المسؤول عن جبهة كاريش قال للخليج إن قوات الجيش وبدعم من المقاومة الشعبية وطيران التحالف تمكنت من تطهير منطقة كاريش بالكامل من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح أضاف إنه بعد تطهير كاريش زحفت قوات الجيش باتجاه محافظة تاعز المجاورة حيث اتجهت نحو الجبال والتلال المطلة على منطقة الشريجة شرقية تاعز بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل أربعة من الميليشيات وتدمير أربع عربات عسكرية تتبعها تتابع الصحيفة وشهدت منطقة كاريش القريبة من قاعدة العند الجوية الهامة في محافظة لحج معارك كر وفر منذ أكثر من عام ونصف العام بين وحدات الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية نتحول إلى صحيفة الاتحاد قالت هذه الصحيفة الإماراتية في العنوين الجامعة تدعو إلى تسوية إلى تسوية وفق القرارات الدولية أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الموقف الثابت للجامعة العربية إيزاء الوضع في اليمن والذي ينطلق من ضرورة أن تتأسس أي تسوية في اليمن على مخرجات الحوار الوطني وعناصر المبادرة الخالجية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلاة وهو ما تم تأكيده أخيرا في القرارات الصادرة عن القمة العربية في الواقشوت واجتماع المجلس الوزري العربي في الثامن من سبتمبر الجاري أضف الأمين العام خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أضف أن هناك أهمية كبيرة لدور الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة اليمنية باعتبارها أزمة عربية في الأساس وعلى أن تشارك الجامعة في متابعة المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية متى تم استئنافها إلى هنا نتوقف ونبدأ في متابعاتنا سويا لمجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتير والتي هي ختام حلقة كوشك الصحافة حتى ألقاكم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة